أما في محافظة لحج تستعد جمعية الحكمة اليمانية لتدشين عدد من المشاريع المجتمعية في قطاعات عدة كالصحة والنظافة والمياه في عدد من مديريات المحافظة التفاصيل في سياق التقرير للزميل منصور سيف سعيد أشهد الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة لحج عوض بن عوض الصلاحي بالأنشطة الصحية والمجتمعية المتعددة الأوجه التي تنافذ جمعية الحكمة اليمانية في المحافظة لما لها من دور كبير في تعزيز والسمرارية الأنشطة المقدمة لمواطني المحافظة في قطاعات الصحة والنظافة ومياه الشرب في مختلف المديريات جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوفد جمعية الحكمة اليمانية في عدن برئاسة لخ محمد عبد الواسع محمد والتي تنشط منذ سنوات في عدد كبير من مديريات المحافظة وفي اللقاء الذي حضره مدير عن مكتب الصحة في المحافظة دكتور خالد جابر ومحمد الرقاعي المدير التنفيذ لصندوق النظافة في المحافظة ومستشار المحافظ لشؤون المنظمات عمر الصماتي أوضح أمين عام محل المحافظة أن المحافظة بحاجة ماسة للتخلص من الأوبئة والأمراض المستوطنة في بعض المديريات وإنشاء مراكز طوارئ في عواصم المديريات لخدمة المواطنين والتخفيف من وطأة الأوبئة التي تعاني منها بعض المناطق النائية آملا أن تكون برامج الجمعية العام القادم حافلة بالعديد من المشاريع الخدمية والاجتماعية ومد المستشفيات الرئيسية في المحافظة بالمستجمات الطبية والعلاجات الضرورية لمكافحة الأمراض والأوبئة دكتور خالد جابر مدير عن مكتب الصحة في المحافظة أشاد بالدعم المحدود الذي تقدمه جمعية الحكمة اليمنية لأنشطة مكتب الصحة في المحافظة في جوانب عدة ومنها دعم حملات الرش الوقائية لمكافحة الأوبئة في المحافظة مشكورين الأقوة في جمعية الحكمة اليمنية استقابلنا في تقديم دعم مركز مكافحة الحميات في كثير من السوائل والأدوية الطارئة وكذلك هناك استقابة إن شاء الله غريبة لتأتيت بعض المواقع الصحية يشار إلى أن جمعية الحكمة اليمنية التي تدعم قطاعات عدة ستدشن خلال أيام القادمة العمل في بعض المشاريع الحيوية العائد نفعها على شرائح مختلفة من المواطنين في مختلف مدريات المحافظة لقناة عدن الفضائية منصور سيف سعيد محافظة لحق